بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم اليوم درسنا عن ليلة القدر سوف نتعرف على مفهوم ليلة القدر والدليل من القرآن الكريم توضيح وقت ليلة القدر ذكر فضل ليلة القدر بيان ماذا أفعل في ليلة القدر أو القيم المستفادة من ليلة القدر بداية قبل البدء في درس ليلة القدر وللتذكير أتمنى من جميع طالباتي حبيباتي خامس مراجعة أحكام التجويد الإظهار الإدغام والإقلاب وحل أوراق العمل التي بعثت على جروب الواتساب والتواصل معي على الخاص حتى نتمكن من رؤية أحل أوراق العمل بالشكل الصحيح أتمنى ذلك وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا الوباء ونعود إلى مدارسنا ومقاعد الدراسة وبيتنا الثاني بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية والصحة والسلامة طيب نبدأ إن شاء الله بالنتجات وفي بداية تعريف ليلة القدر هناك السنة 12 شهر من بين هذه الشهور العربية الغمرية شهر رمضان وشهر رمضان إن شاء الله نحن الآن في شهر شعبان بعد انتهاء شعبان أيام قليلة ويبدأ عندنا بإذن الله شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك في شهر رمضان المبارك نقوم بعدة أمور عديدة في هذا الشهر نصوم هذا الشهر الكريم ونؤدي فيه صلاة التراويح ونعبد الله فيه بقراءة القرآن الكريم نكثر منها والإكتار من الصلاة النافلة وتطوع وفي العشر الأواخر من رمضان هناك تكون الأيام فيها أيام فضيلة سوف نتعرف على تعريف ليلة القدر ليلة القدر هي ليلة من إحدى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان لها فضل عظيم يجتهد فيها المسلم في العبادة طلباً للمغفرة والثواب إذن ليلة القدر هي ليلة من ليالي إحدى ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان لها فضل عظيم يجتهد فيها المسلم في العبادة طلباً للمغفرة والثواب العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما دراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم هذا الدليل على ليلة القدر وفضل ليلة القدر إذن ليلة القدر هي ليلة من إحدى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان لها فضل عظيم يشتاد فيها المسلم في العبادة طلبا للمغفرة والثواب نأتي الآن إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وهنا إن ليلة القدر تكون في الليالي المفردة من العشر الأواخر من شهر رمضان وإحنا بنعرف الأعداد الزوجية والأعداد الفردية التي أخذت في مادة الرياضيات الأعداد الزوجية في العشر الأواخر اللي هي 22, 22, 24, 26, 28, 30 أما العداد الفردية في العشر الأواخر من شهر رمضان فهي 21, 23, 25, 27, 29 فليلة القدر نتحراها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المفردة من العشر الأواخر من شهر رمضان يعني في ليلة أما تكون في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 وليلة القدر لها بعض العلامات بأنها صبيحة اليوم يكون ليلتها تكون السماء صافية وإلى ذلك من هذه الأمور إذن ليلة الغدر تكون في الليالي المفردة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ولكن رجح بعض العلماء بأنها قد تكون ليلة 27 ولكن نتحراها في العشر الأواخر يعني نقيم ونستعد في العشر الأواخر من رمضان يوميا كل ليلة نصلي فيها نكتر من الصلاة النافلة والتطوع نكتر من الدعاء ومن الاستغفار ومن الصدقة وتلاوة القرآن الكريم وما إلى ذلك حتى نتحرى ليلة القدر في هذه الأيام الفضيبة هناك فضل لليلة القدر لماذا نحن يجب علينا أن نتحرى ليلة القدر ونصلي ونتلو القرآن الكريم ونستغفر وندعو الله ونكتر من صلاة النافلة لأنها ليلة القدر ليلة مباركة فبدأ بها نزول القرآن الكريم إذن ليلة القدر ليلة مباركة نزل مباركة نزل بها القرآن الكريم والعباد فيها خير من العبادة في ألف شهر يغفر الله فيها ذنوب عباده وتتنزل الملائكة عليهم السلام وجبريل إلى الأرض إذن هذه فضل ليلة القدر بأنها ليلة مباركة نزل فيها القرآن الكريم العباد فيها خير من ألف شهر يغفر الله تعالى فيها ذنوب عباده وتتنزل الملائكة وجبريل عليهم السلام إلى الأرض هذا هو فضل ليلة القدر هناك ماذا علي أن أفعل في ليلة القدر سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت أن وافقت ليلة القدر ما أدعوه فقال فقال صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره إذن يجب علينا أن نجتهد اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة حتى نأخذ المغفرات ذنوبنا من الله سبحانه وتعالى وحتى لأن العبادة فيها خير من ألف شهر ونكثر من الدعاء اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني ماذا علي أن أفعل؟ يجب علي أن أصلي وأن أدعو الله تعالى ادعو الله سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة ونكثر فيها بأن الله سبحانه وتعالى يوفقك يعطيك الصحة والعافية يديم عليك نعمه ادعي بما شئتي ثم أقرأ القرآن الكريم نتلو القرآن الكريم ونتدبر معانيه ونعمل بما جاء به الأمر الرابع أني أنا أعتكف في المسجد والاعتكاف له شروط الاعتكاف له شروط الاعتكاف في المسجد إذن نعتكف في المسجد في العشر الأواخر وهذا الأمور التي يجب علي أن أفعلها هناك نشاط عن فضل ليلة القدر وذكر فيه آيات الآية الأولى قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وهذا يعني بدء نزول القرآن فيها قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أي بدء نزول القرآن فيها الآية الثانية قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أي العباد فيها خير من ألف شهر العباد فيها قدر عظيم فهي خير من ألف شهر ثالثا قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هنا نزول جبريل عليه السلام والملائكة الكرام فيها للأرض إذن الآية الثالثة وهو نزول جبريل عليه السلام والملائكة الكرام فيها للأرض أما الآية الرابعة إن أنزلناه في ليلة مباركة أي إنها ليلة مباركة قد نزل فيها القرآن الكريم خامسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي إن قيامها الذي يقوم هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أن قيامها يغفر الذنوب جميحا هذا هو النشاط الثاني نأتي الآن إلى اختبر معلوماتي السؤال الأول بيّن معنا ليلة القدر وليلة القدم تعريفها هي ليلة من إحدى ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان ليلة لها فضل عظيم يشتد فيها المسلم في العبادة طلبا للمغفرة والثواب السؤال الثاني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر في العشر طبعا نتحرىها في الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان إذن الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان سؤال الثلاثة لكي أنال أجر ليلة القدر فأنني أحرص على أصلي أدعو الله تعالى بالخير التلاوة القرآن الكريم سؤال رابعا اذكر ثلاثا من فضاء الليلة القدر حكينا فضاء الليلة القدر بأنها ليلة مباركة العبادة فيها خير من ألف شهر نزول الملائكة وجبريل عليهم السلام إلى الأرض أتمنى من طالباتي نقل إلى إجابة اختبر معلوماتي على الكتاب وحلها على الدفتر ومتابعة الدروس بهمة ونشاط حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته